الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 أسطوانة تسعة توهج نطاق أداء دائرة ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز عام لمشاكل تشخيص القوة المحركة DTC وينطبق عادة على مركبات OBD2 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من فورد، تويوتا، دودج، رام، شيفي، جي أم سي، فولكس فاغن أودي، بايغو، سيتروين وما إلى ذلك، على الرغم من أن خطوات الإصلاح العامة قد تختلف اعتمادا على السنة والطراز والتكوين ومجموعة نقل الحركة عند تخزين رمز P06C1 فهذا يعني أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد كشفت عن وجود تباين في دائرة التحكم في قابس التوهج للأسطوانة رقم تسعة استشر مصدر معلومات السيارة الموثوقة لتحديد موقع الاستوانة رقم تسعة لتكوين العام الصنع أدراز مجموعة نقل الحركة تستخدم محركات الديزل ضغطا عاليا بيدلا من الشرارة لبدء حركة المكبس نظرا لعدم وجود شرارة يجب زيادة درجة حرارة الاستوانة لزيادة الضغط إلى أقصى حد يتم استخدام شماعات التوهج في كل أسطوانة لتحقيق هذه الزيادة غالبا ما يتم الخلط بينه وبين شماعات الإشعال يتم توصيل قابس توهج لكل أسطوانة فردية في رأس الأسطوانة يتم تطبيق جهد البطارية على عنصر قابس التوهج عبر موقع قابس التوهج يسمى أحيانا وحدة تحكم قابس التوهج أو وحدة قابس التوهج وآو PCM عندما يتم تطبيق الجهد بشكل صحيح على قابس التوهج فإنه سيضيء حرفيا باللون الأحمر الساخن ويساعد في زيادة درجة حرارة الأسطوانة بمجرد وصول درجة حرارة الأسطوانة إلى المستوى المطلوب يتم تقييد الجهد بواسطة وحدة التحكم ويعود قابس التوهج إلى حالته الطبيعية إذا اكتشف PCM مستوى الجهد بالنسبة لدائرة التحكم في مقبس الوهج رقم 9 خارج النطاق المتوقع فسيتم تخزين رمز P06C1 وقد يضيء مصباح مؤشر عطل صورة لقابس توهج نموذجي ما مدى خطورة DTC من المحتمل أن يكون أي رمز مرتبط بمكونات التوهج مصحوبا بمشكلات في القيادة يجب معالجة الرمز المخزن P06C1 على وجه السرعة ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P06C1 ما يلي دخان أسود مفرط من العادم مشاكل في قابلية محرك المحرك تأخر بدء تشغيل المحرك تقليل كفاءة الوقود قد يتم تخزين رموز اختلال المحرك ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب رمز حاق الوقود P06C1 ما يلي قابس التوهج السيء دائرة التحكم في قابس التوهج المفتوحة أو المختصرة موصل قابس التوهج السائب أو المعيب موقع توهج التوصيل المعيب ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P06C1 ستحتاج إلى ماسح تشخيصي ومصدر موثوق به لمعلومات السيارة وفولة أومت الرقمي DVOM للوصول إلى تشخيص دقيق لرمز P06C1 استخدم مصدر معلومات السيارة للبحث عن نشرات الخدمة الفنية المعمول بها TSB إذا قمت بتحديد موقع TSB يتطابق مع طراز السيارة وطرازها والأعراض الظاهرة والرمز المخزني فسيساعد كذلك في الوصول إلى التشخيص قد تحتاج أيضا إلى الحصول على مخططات انسيابية للتشخيص ومخططات توصيل الأسلاك ووجهات نظر الموصل ومخططات تثبيت الموصل ومواقع المكونات وإجراءات مواصفات اختبار المكون من مصدر معلومات السيارة ستكون جميع هذه المعلومات مطلوبة لتشخيص الرمز المخزني P06C1 بعد إجراء فحص بصري دقيق لجميع أسلاك توصيل والتوهج وموصلات التحكم في الوهج قم بتوصيل الماسح الضوئي التشخيصي بمنفذ تشخيص السيارة الآن قم بسترداد جميع للرموز المخزني وتجميد بيانية لإطار سجيلها لوقتي لحقن فقط في حرأة تيجوك إليها ابعد ذلك ساختبر قيادتي إلى سيار لمعرفت ما إذا كان الرمز P06C1 يعاد ضبطه قم بلقيادة حتى يحدث أحد أمرين إما أن يدخل PCM في وضع الاستعداد أو تتم إعادة عين الرمز إذا تم أعادة عين الرمز فتابع اللتشخيص إذا لما يكن لأمر كذلك فأنت تتعامل مع حال تمت قط عقدة تبطر إلى اتفاقمها قبل تحقيق التشخيص الدقيق فيما يلي تلمح لن يقدمه لك دليل الخدمة من الطرق المؤكدة لاختباري شمائة لتوهج إزالة توهي وتطبيق جهد البطاري إذا كان قابست توهجي ضيء بلون الحمر الفاتحي فاذا جيدة إذا فشل لتوهج في التسخين أتريد قضوء بعض الوقت في أختبار بستخد MDVOM فمن المحتمل أن تكتشف أنها لا يفي بم وصفات إلى شركة المصنع للمقاومة كون حذرا حتى لا تحرق نفسك أو تشعلاء نارا عند إجراء هذا الأختبار إذا بداء مقابس اللتوهج تعمل بشكل صحيح فاستخدم لمسحة البوئية لتنشيط طمئقت قبس التوهج وخطبور جهد البطاري والأرض في مصل قابس التوهج استخيم DVOM في حرة عدم وجويد جهود اختبار مصدر الطاق لم أشرق بس التوهج أو وحدة تحكم قابس التوهج اختبار جميع الإسمامات والمرحلة ذات السلطة على اللنحو الموصبة من قبل إلى شركة المصنع كقعدة لقد وجدت أنها من الأفضل اختبار الصمام وتنظام ولروابط القابلتي للانصهر معل دائر المحملة قد يبدو الصمامات الخيصة في دائرة وغيار محملة عملة عندما لا تعمل اتقودك إلى مصار اللتشخيص الخطئ إذا بدت جميع الإسمامات والمرحلة وظيفيتا فاستخدم DVOM لاختبار جهد الخرج عند مقت أو لتوهج أو PCM إن ما نشأ إذا تملك شفعين نلجاد في جهاز توقية التصيل أو PCM اشتبه في أن لديك دائر مفتوحن أو قصير يمكن كل بحث عين سبة التي ناقض أو استبدال LDRT ببساططة يعتقد أحيانا أن P06C1 لا يمكن أن يحدث بسبب قيابس توهج معي بنلو إنهذا هو رمز دائر التحكم لا تنخدع قد يتسبب قبسة توهج السيئة في حدوث أو خطلاف في دائر التحكم ينتج عنه مثل هذا اللارفط إن محاولة شخيص الاستوان الخوطوء أكثر شيء عن مموت عتقد أوفر للنفس وقصد داعا كبيرا وتأكند مانا إنك تتعامل مع اللأستوان الصحيحة قبل بدء التشخيص ترجمة نانسي قنقر